كيف يحارب الفساد بالفساد السؤال طرحه كثيرون في أعقاب حملة الاعتقالات التي استهدفت وما زالت أمرأ ووزراء ورجال أعمال ومسؤولين سعوديين بارزين بعد ساعات من تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لجنة لمكافحة الفساد أسن رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمام ما تام نشره من تسريبات حول التهم الموجهة للموقوفين والتي اطمعت بين اتهامات بغسل الأموال وتقديم رشا وابتزاز بعض المسؤولين وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة واستغلال نفوذ تساءل متابعون إذا كان هذا فساد الأمراء والوزراء فماه فساد محمد بن سلمان نفسه مدعي محاربة الفساد في هذا السياق استنكر محللون أن يقوم فسد بمحاسبة فسدين آخرين في إشارة إلى ولي العهد محمد بن سلمان وهو ما علق عليه الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني شاكر زلوم بقوله إن أبن سلمان سرقت اليوني ريال منذ مجيئه وعاد ناشطون انشر تقرير يكشف جانبا من الانفاق والهدر العام للمالي الذي يمارسه محمد بن سلمان وتمثل ذلكي في شرائه أحد اليخوت الفخمة في صيف عام 2014 أثناء قضائه إجازة بجنوب فرنسا حين أعجب به وهو أحد اليخوت التي كان يملكها رجل الأعمال الروسي يوري شايفلر وعلى الفور طلب محمد بن سلمان شراءه بعدما دفع ثمنه خمسمائة وخمسون مليون دولار بحسب صحيفة الأمريكية ويعد اليخت في المركز الخمسة عشر بين أكبر اليخوت في العالم وصنع عام 2011 ويبلغ طوله 439 قدمان ويتس علام 24 ضيفا يمكن أن يمكثوا في 12 غرفة كما يضمن مهبط طائرات وحائط تسلق ومنتجع كامل التجهيز إضافة إلى ثلاثة أحواض سباحة وغرفة تحت الماء بحسب صحيفة نيويورك تيمز إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلوا ككل جديد اشترك الآن